كان الحسن البصري يقول يا ابن آدم إنما أنت أيام فإذا ذهب يوم ذهب بعضك فوقتك هو عمرك إنه رأس مالك الحقيقي لأنه محدود وما ذهب منه لا يعود قال عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرغ رواه البخاري أي أن هاتين النعمتين لا يعرف قدرهما ولا ينتفع بهما كثير من الناس وفي هذا إشارة إلى أهمية الوقت واغتنامه والحفاظ عليه ورمضان شهر واحد في السنة يمر سريعا مر السحاب كما قال تعالى أياما معدودات ولكن الله تعالى جعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر إنها أيام قلائل فلا تفرط فيها أكثر من تلاوة القرآن الكريم وذكر الله تعالى حافظ على النوافل والسنن الرواتب أدعو إلى خير مر بمعروف وانهع منكر وانصح لإخوانك المسلمين اغتنم الأوقات الفاضلة في الدعاء والذكر ثلث الليل الآخر السحر بين الأذان والإقامة عند الإفطار بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر